قام وكلا الوزارة لقطاع الرعاية الاجتماعية رئيس اللجنة الوزارية صالح بوسهيل المكلفة بتقييم وضاع فروع صندوق الرعاية الاجتماعية بزيارة تفقدية لفرع صندوق الرعاية الاجتماعية بالعاصمة عدن وخلال الزيارة استمع وكلا الوزارة من ماجد الشاجري مدير عن فرع الصندوق بالعاصمة عدن إلى شرح تفصيلي عن وضاع الفرع والمهام التي ينفذها والبرامج والخطط المستقبلية مؤكدا أن قيادة الوزارة ممثلة بالوزيرة الزعورية تؤكد اهتمامها بشكل واسع بصندوق الرعاية الاجتماعية كونها الجهة الرسمية التي تقدم خدمات الرعاية الاجتماعية للفئة لشد فقرانة كما أطلع الوكيل الوزارة نشاط أقسام وإدارات الصندوق من جانبها أوضح الشاجري أن الصندوق يقدم خدماته لما يقارب 50 ألم مستفيد من مختلف مديريات العاصمة مشيدا بالدهر والدعم الذي يوله معالي الوزير الزعوري للصندوق ومساعيه المتواصلة لاستيعاب الألام من الذين بحاجة ماسة لخدمات الرعاية الاجتماعية